بالنسبة للحقيقة أنه عندنا طبعا اليومين اللي فاتوا دول كان فيه بالتأكيد حضراتكم زي ما أعلننا بعد وفاة السبسي كان جنازة وطنية أقيمت للرئيس الباجي قائد السبسي في تونس وهذه الجنازة كانت جنازة مهيبة يمكن الشعب التونسي الحقيقة كان يعني كتير جدا انتشرت صور بتعبر عن مدى حزن التونسيين في وداع رئيسهم وهو أول رئيس مدني كان انتخب بشكل يعني ديموقراطي بعد ما حصل الموضوع صورات الربيع العربي اللي كانت أول دولة فيها كانت تونس وبعد كده طبعا بعد وجود الباجي قائد السبسي في رئاسة تونس الحقيقة كان فيه قرارات كثيرة جدا قرار منها قرارات قدة الحرية للمسلمة أنها تتزوج مسيحي قرارات أيضا مساوات الإرس ما بين المرأة والرجل أمور كثيرة كانت في الاتجاه إلى مدنية الدولة لاقا طبعا يعني كتير من المعارضات ولكن الحقيقة كان يعني زي ما بنقول على خطى الحبيب بورقيبة كان بيحاول أنه يحكم تونس زي ما حضراتكم شايفين هذه المراسم اللي كانت في وداع الرئيس الباجي قائد السبسي اشتركوا في القناة شاهدين تتواصلوا إذا بدءوا مراسم تشيعر شاهدين جثمان الرئيس التونسي يدخل المسجد في هذه اللحظات لأداء الصلاة الأخيرة عليه طبعا دي من أجزاء من مراسم تشيع جناز أو جنازة الرئيس الباجي قائد السبسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس حيث اصطفى ألاف التونسيين في الشوارع لوداعي حضر جنازة الرئيس الراحل عدد من قادة الدول العالم من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل مكران وأمير قطر وشيخ تميم بن حمد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح وزي ما قلت لكم أنه طبعا هناك هيكون في تقديم للموعد الانتخابات الرئاسية وهناك صراع الحاليا في تونس لأنه كانت القوانين المنظمة للانتخابات الحقيقة وبعض الأمور المنظمة لصلاحيات الرئيس ما كانش وقع عليها الرئيس الباجي قائد السبسي في الفترة الأخيرة قبل وفاته ودلوقتي ده يمكن هيعمل شوية أزمة في تونس زي ما قلت لكم أنه من الحاجات المميزة اللي كانت يعني الباجي قائد السبسي كان الحقيقة يعني ماشي على في الطريق بتاع المدنية والقرارات اللي كان اتخذها قدت إلى أنه كان جدل كبير قوي حوله وكان هجوم من دعاء مسلمين كتير على القرارات اللي كان بيتخذها الباجي قائد السبسي وعلى فكرة آخر حاجة برضو بعد ما كان فيه عملية إرهابية كانت حصلت بالنقاب كانوا خدوا قرار بمنع النقاب كمان في الأماكن الحكومية بعد ما توفى على طول مجرد إعلان وفاة الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي ظهر الأخ وجدي غنيم وعلى الفيسبوك وقعد بقى يشتم في السبسي وإنه كان ضد الإسلام وضد الشريعة الإسلامية وبهدل الدنيا طبعا ده قدى لأنه المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني قال إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع الداعية التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي وجدي غنيم من دخول الأراضي التونسية مستقبلا بسبب نشره تدوينات مسيئة لرئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي وقال إنه رئيس الحكومة طبعا بيعتبر إن ما صدر عن غنيم هو سلوك متطرف وعنيف هدف الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط بل إلى الإساءة إلى الدولة التونسية وكافة الشعب التونسي وفجر تصرف غنيم تعليقات ساخرة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي وإنتوا فاكرين طبعا هو أيضا محكوم عليه غيابيا في مصر في عام 2017 بأنه بتهم التأسيس وقيادة خلية إرهابية فالحياة تشكر تونس أيضا إن هي طبعا أخذت هذا القرار ضد الشتائم والأمور اللي صدرت عنه أو التدوينات الموسيقى للراحل ألباجي قائد السبسي ده بالنسبة لموضوع تونس نيجي بقى بالنسبة لموضوع الحقيقة إنه في عندنا برضو دلوقتي زي ما قلت لكم الانتخابات اللي هي هيتم تقدمها أرمالة بالعيد كان فيه ناشط أو معارض تونسي اسمه شكري بالعيد وده كان أغتيل بسمة الخلفاوي أرمالة المعارض التونسي الراحل شكري بالعيد قالت إن هي هتترشح الانتخابات البرلمانية لمواصلة مسيرة زوجها الراحل ونفت في حديثها السكاي نيوز عربية أن يكون ترشحها للقصص من حزب النهضة للاشتباه في تورطهم باغتيال شكري بالعيد زوجها مؤكداً التحقيقات عن تورط الجهاز السري الحركة للنهضة باغتيال بالعيد لا تزال قائمة فدي كده تعتبر من أوائل المرشحين وهنشوف الفترة اللي جاية طبعاً مرشحين آخرين لرئاسة تونس بعد طبعاً السبسي موضوع زوجة حاكم دبي إحنا كنا تكلمنا عنه كده بشكل سريع كانت الآيام اللي فاتت انتشر خبر إن الأميرة هايا هربت من زوجها الحاكم دبي وإن هي قال راحت طلبة اللجوء في ألمانيا وبعد كده وصلت لبريطانيا ومن بريطانيا رفعت دعوة وهو كمان الحاكم دبي رفع دعوة ضدها اللي هي الأميرة هايا وكتبت فينانشل تايمز إن حاكم دبي وزوجته الأردنية ينقلان نزاعهما إلى محكمة بريطانية المفروض إن في جلسة يوم تلاتين ولكن طبعاً الجلسات دي هتكون مغلقة المفروض إنها إن شاء الله هتكون دي في قطاع قضايا الأسرة في المحكمة العليا في لندن هتكون غداً بإذن الله يوم تلاتين كان تم الإعلان وده بعد ترك الأميرة هايا اللي هي الأختر غير الشقيقة الملك الأردن بعد ما تركت زوجها محمد بن راشد وانتقلت للعيش في بريطانيا وتقال إنه بسبب خلافات أسرها الموضوع كتير قوي كانت تتحكت عن موضوع الأميرة هايا ده ولكن زي ما بقول لكم يعني هنشوف الأمر والحقائق إيه هي محدش قادر يعرف إيه هي الحقائق في هذا الموضوع والخلاف ما بين الأميرة هايا وزوجها محمد بن راشد أعلنت لكم وقلنا لكم على موضوع إنه بوريس جونسون هو دلوقتي رئيس وزراء بريطانيا الجديد وبدأ بالفعل عين الحكومة وماشي في الإجراءات بالنسبة لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي اللي هو بيقال إنه آخر معاد لي وإنه بريطانيا تخرج لول بريكزت 31 أكتوبر إن شاء الله في أولى الفعل أو في يعني النشاطات اللي بدأ بيها بوريس جونسون حكم رئاسة تعفون وزراء بريطانيا زار أوسكتلندا لدعم وحدة الأراضي البريطانية نمى سياسة في أوائل عام 2000 انتهب قضوا في البرلمان من عام 2001 حتى 2008 وتوقع البعض أن يصبح زعيما مقملا حزب المحافظين الذي كان يتزعمه رئيس المزراء ديفيد كامرون شخصية مثيرة للجدل عرف بتصريحاته العديد التي لاقت انتقادات لادعة منها تهجمه على الأغاليات العرقية وأيضا انتقاده للإسلام في عام 2012 اخترى معسكر البريكسيت وأثناء حملة الاستفتاء لعب شونسون دورا حاسما واحدا للبريطانيين بمملكة المتحدة مشرقة خارج الاتحاد الأوروبي مزدهرة اقتصاديا ومحمية من تدفق ملايين المهاجرين لن نحصل على أي نتائج بتأجيلنا الخروج من الاتحاد الأوروبي التأجيل يعني الخسارة منتقدوه يتهمونه بالانتهازية والتصرف بدافع المصلحة الشخصية طبعا تقارير كتير كانت تكلمت عن من هو بورس جونسون وانه ليه جزور تركية وأمور كثيرة جدا لكنه يعني أعلن تأييده الكبير جدا لسياسة إسرائيل وأيضا كان أثار الجدل في كثير من المواقف وأظهر عداء للإسلام هنشوف طبعا الفترة اللي جاية وازاي هيخرج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانه واضح غالبا أنه يخرج من غير اتفاق مقطع فيديو بقى كان أثار الجدل في مقطع فيديو غنائي كان في شتائم للسعودية وأثار الجدل مغنيان فلسطينيان كانوا في حفل غنائي وانتشر مقطع لهم وهم بيشتموا السعودية ودول خليجية أخرى وبيتهمونهم بالعمالة لصالح إسرائيل ده أثار جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي الفيديو كان فيه المغنيان دول وهم محاطان بالعشرات من الشباب حصد أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة على تويتر أطلق نشطاء سعوديون هاشتاج باعوا القضية وشتمونا للتعليق على هذا المقطع وورد الهاشتاج في أكثر من خمسين ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ده من ضمن الحاجات المسيرة للجدل في السعودية أو بالنسبة للسعودية حاجة تانية في السعودية وهو استئناف محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة وظهر ابنه هو بيقول عده والده بيتعرض لإهانات والتعذيب في السجون السعودية وأنه متهم بتهم كلها تهم يعني قالك تهم واهية وتهم لا تركة لأنه يتم الحكم عليه بالإعدام 37 تهمة بينها ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين ده أيضا الخبر ده عامل شوية جدل في السعودية بالنسبة لحكم الإعدام ولكن فيه استئناف بالنسبة لمحاكمة الدعية سلمان العودة والسلطات السعودية بتنفي أنه تعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإهانة في السجن ترجمة نانسي قنقر